مجدى منتخب مصر في انتخادات وفي انتخادات شديدة لكن احنا عايزين نقول نتكلم في اطار اللي احنا عايزين احسن حاجة لبلدنا. طبعا. ولازم الجهاز يتقبل النقد اللي هو البناء اللي هو لازم تعرف الناس هي متضايقة من ايه عشان برضو نبقى منصفين ان الاداء ده مش وليد الفترة اللي فاتت او وليد الفترة مع كابتن حسن حمام البادري منتخب مصر من سنين بقاله فترة طويلة ما بيمتعش جمهور الكرة المصري بالاداء الجميل لكن النتائج مغطية يعني النتائج الشعب المصري بيحب الاداء الحل والمتعة في الاداء كل ده مفقود بس في الاخر بتكسبي وجمهور مصري بيقعد ربع ساعة نص مبسوط وبعد كده اقول لك احنا كسبنا ازاي ده بقاله فترة طويلة قصدك برضو ايام هكتر كوبر والطريقة كوبر برغم ان احنا وصلنا نهاية افريقيا ورغم ان احنا وصلنا كاس العالم ما حدش كان مقتنع باداء منتخب مصر خالص جي اجيري مع الفترة اللي بعد كوبر نفس الموضوع ونفس الكلام جي ناوي كابتن حسن عم البادري نفس الموضوع ونفس الكلام فعشان كده احنا بالأولى جماعة احنا امتا هنلعب كرة الخدم امتا جمهورنا هيتمتع بكرة الخدم لما نيجي النهاردة نتكلم على الفترة اللي فيها كابتن حسام كابتن حسام تولى من سنة تقريبا لعب خمس مباريات ثلاثة رسمة واثنين ودي اثنين ودي كسبنا 1-0 ليبريا وبتسوانيا 1-0 واحد صفر ندد على المباراة الرسمية مع كينيا ومع 我們 مباراة 1-1 ومباراة 0-0 جزر كمورة وكينيا وهنا هنا ما نريد من أن نقول واحد 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 إمتى متخب مصر هنعدي الواحد والاثنين والثلاثة مباريات على ملعبنا حتى المباريات الودية بتاعة اللايبريا وبالسوانة إمتى هنجيب الجون الثاني والثالث واللعيبة عارفة عن إيه سخافة الفوز ونكسب واحد اثنين والثلاثة ده يجرين الكلام تاني اللي إحنا لما نيجي نوصل جبنا الجون اللي إحنا منتظرينه الجون طبعا من ضربة سبتة ما فيش جملة عملت الجون من ضربة سبتة لكن الأداء بعد الهدف لازم توقفي وتسطب وتقولي إحنا إيه اللي حصلنا بعد الهدف إحنا جبنا خلاص الهدف اللي إحنا منتظرينه وخلاص تراجع غير طبيعي فرقة توجو يعني أبهرتني بالأداء بتاع بعد ما هجي الهدف فيه تاكتك بيلعبوا عليه بيلعبوا هم مقفلين مباراة بره ملعبهم مقفلين كويس جون جيه يعني ممكن أي فرقة تتخمي في الدنيا لكن لما ينقلوا عليك كمية النقالات دي اللي موجودة بقى بعد الهدف ويوصلوا للجون بتاعك وفرقة بقى بتظهر مهلم دايقنا برضو يا كابتن إن إنت في مجموع أصلا مش مش أقوى حاجة في أفرقك ما هي دي بقى؟ يعني منتخب توجو مع كامل الاحترام ومظاهر طبعا بشكل كويس جدا ولكن إحنا ما بنتكلمش يعني على منتخب كبير أو؟ بالضبط بدأت بقى التصريحات اللي هي إحنا الحمد لله التلت نقاط ويعني مش مهم أن الأداء مهم من التلت نقاط اللي هي التصريح المستهلكة لا جمهور مصر واعي جمهور مصر عارف إن هو الأداء وحش بالرغم اللي أنت فزت لكن في الآخر ما نقدرش أقول قد إيه؟ الحمد لله برضو أخذنا التلت نقاط في ناس تنسق وراء هذا التصريح وفي ناس اللي هما الفنيين يقول لك لأ إحنا إمتى هنلعب كرة بقى؟ إمتى هنلعب كرة؟ طب أنا إمكان كنت أتكلم مع حضرتك إن ممكن يكون سبب من الأسباب إن إحنا شفنا اللعيبة مش منسجمة مع بعض